في ديالا شرعت قوات عسكرية مشتركة من الجيش والشرطة بعملية عسكرية لملاحقة خلايا داعش ودهم مع قلهم في المناطق الشمالية الغربية لمدينة بعقوبة وقالت مصادر أمنية أن القوات المشتركة انطلقت صباح اليوم لتمشيط مناطق حوض الحديد والأسود وقرية الكساسبة التابعة لناحية هبهب شمال غربي بعقوبة مضيفة أن العملية جاءت بعد هجوم مسلح استهدف مجلس عزاء ودورية أمنية قربه راح ضحيته جندي وإصابة اثنين آخرين خلال الأيام الخمسة الماضية